نخش بقى على تحليل الفني طيب مرسي كلها عامل النهاردة من الديئة الاولى من الديئة الاولى اي حد يا كريم هتيجي تتكلم معاه وتسأله تقوله هو الرجاء راس ماله ايه ايه اهم ميزة عند الرجاء واكتر حاجة تخاف منها عن نادي الاهلي خاصة في ظل تراجع عن نادي الاهلي في المباريات الاخيرة فين؟ في الكرات السابتة الكرات العرضية خلينا اقولك رقم مميز جدا 31 31 كروس 31 كروس الرجاء اخد منهم خمسة 31 كروس الرجاء اخد منهم خمسة الناس كتير كاب بتسأله محمود متولي اللي مارسي الكولر مقتنع بيه قناعات كبيرة جدا هو اللي هيبدأ النهاردة ولا ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم هو نجم اللقاء الاول في وجهة نظري ياسر ابراهيم قدم مباراة مع محمد عبد منعيم مباراة كبيرة كما هو معتاد بمحمد عبد منعيم لكن ياسر ابراهيم النهاردة كان هو الترك اللي حطه مارسي الكولر في بدايته للمباراة خليت انه اهم سلاح عند الرجاء تعارف يعني واحد تلاتين كروس في المباراة عند اتنين وعشرين متحرك وتسع وتسع ركنيات لما ليجي نستعرض نستعرض بقى ما تخش منهم واحدة هذا الوقافات نستعرض الوقافات ووجود ياسر النهاردة الرجل كان عامل تريك انه الطبيعي ان السنتر باك اللي السنتر باكين بياخدين الاتنين المهاجمين او مهاجم واهم مدافع فيه الركلات فهتلاقي انه ياسر ابراهيم ما كانش بيعمل كده محمد عبد الملعم دايما وقف في السنتر لانه العيب مميز جدا في الكرات الهوائية وعلى البعيدة علشان هو قفل السيناريو هين لو الرجاء حاب بيعملها على القريبة اوى على البعيدة يعني دي بعد مزيق الرجاء من الكروس اللي هي بتتعامل مرة واحدة والاهلي هو اللي بياخدها في الاريالز وانطلعها خمسين خمسين لكن في النهاية الكورنر نفسه لم ينجح الرجاء في استعادة الكرة التانية الا في خمس مرات في المباراة من الواحد وتلاتين عارف اينا واحد تلاتين يعني كل تلات دقايق الرجاء بيعمل كروس كل تلات دقايق ففرق راس مالها هي الركنيات ازاي اللي نادي الاهلي اللي كان عليه كلام كتير جدا وناس بتتكلم على انه الاهلي عنده مشكلة في استقبال الكرات العرضية خاصة في الحالة الدفاعية احاولها تبقى بالشكل ده يحسب ناصر كولر ويحسب النهاردة تحديدا لياسر ابراهيم ومحمد عبد المرعم اللي هو ماشي بافضل مستوى ليه في الفترة الاخيرة وانا مش ازود على كلامك اللي قلت في المقدمة كتير حامر عبد بناني بلا شك افضل لاعب افضل مدافع مصري موجود في الدور المحلي الى جوار احمد حجازي طبعا في الدور السعودي افضل اتنين مدافعين في الكرة المصرية بلا شك من يناير 22 حتى هذه اللحظة كمل الكرة دي الصورة اللي بعدها وياسر ابراهيم هو اخر لاعب من النادي الاهلي جوال 18 ما بيندفعش محمد هاني بيقطع على القريبة يا كريم وبيسيب طبيعي محمد هاني زهير ايمن استغلالا للطول محمد هاني بيقطع على القريبة يفضل محمد عبد المرعم في السنتر واقف لانه لعب مميز جدا في الكرات الهوائية وياسر ابراهيم هو اللعاب اللي واخد دايما للعرضة البعيدة دايما من ناحية الشمالة بأخد البعيدة من ناحية اليمينة بأخد البعيدة وهنا مستحيل اللعابة تعملها با ديفولت ده تمرين ده تحفيز لانها قررت مرة واثنين وتلاتة واربعة في الشوت الاول والشوت التاني بتلاقي ياسر دايما بعيد عن الكورة بعيد عن الكروس واخد البعيدة علشان يبقى حامي اه في الاهل تمن لعيبة وتسع لعيبة جواهة الـ 18 لكن انا مرتكز على تلات لعيبة مميزين او في الكرات الهوائية ودايما التلاتة قدامهم محمد فتح اميز اربع لعبين في الاهل في الكرات الهوائية هم اللي بياخدوا عرض الملعب عرض منطقة 18 ومنطقة الستة يارضة دايما عشان يحموا محمد الشناوي هتلاقي انه مارسي الكولر الانهاردة كان محفز التلات لعيبة محمد هاني على القريبة محمد عبد المنعم في السنتر وياسر ابراهيم كمل هات اللي بعديها على طول وهتلاقي ان ياسر عينيه على الكورة دايما سابق المدافع بخطوة وبيشيلها كارر الروح للي بعديها هتلاقي ان محمد عبد المنعم هو اللي بياخدها من على القريبة وياسر برضو حامل بعيدة كمل كمل هات الفريم اللي بعده كمان واحدة نفس القص دايما حمدي قدامهم ياسر ومعلول هما في الاخر ياسر داخل هنا لان الكورة كانت جاية من العكسية فبيغطي قدامه اليود يانج وهناك خالص في النص دايما هتلاقي في السنتر محمد عبد المنعم هو اللي بيطلع بيطلع من السنتر وقدامه حمدي فاتح بيخلي افضل اتنين لعيبة في كرات الرقصية النهاردة امتياز للنادي الاهلي في كرات السابتة انتياز ليسر ابراهيم حمدي فاتح محمد عبد المنعم لكن النهاردة انا بقوة ثمي على ياسر ابراهيم لانه اللي كان بيلعب اساسي بعد عضواته من الاصابة وحمود متولي ان يجو من على البنش ودايما ياسر ابراهيم في المواعيد الكبرى حاضر ياسر ابراهيم عنده من قوة الشخصية انه في كل المواعيد الكبرى حتى لو فرق النادي الاهلي ما بيبقاش في افضل حالته دايما ياسر ابراهيم ما بيغزلش جماهير النادي الاهلي اقولك حاجة بس بسيطة لو مارس الكولر نجحة نجحة في التعامل مع القرات العرضية دفاعياً خلال هذه الفترة انا مش هيس على المباريات انا هيس على المباريات قادمة كثيرة يعني فده هيبقى نجاح مطلق لها وفي القرى المصرية عاماته لان القرى المصرية كلها عندها نفس العيب منتخبات وفرق وكل الناس واهلي قبل كده كل الناس في مصر عندها مشكلة في القرات العرضية الدفاعية فلو قدر يعلي ده على مستوى مباريات متكررة ده هيبقى ينجاز عظيم يحسب لوحده كده هتفهم معاكم اليوم في المياه لكن خليني اقولك نجاح مهم جداً اللي مارس الكول على صعيد الاركام لما نتكلم على المباريات الواحد وعشرين الأخير هبقلكش بعلامات شوالا اتنين ولا تنين واحد وعشرين مباراة الاهلي طلع كلين شيت في تلاتاشر مباراة في كل المسابقات تكلمش على المحلي والافريقي الاتنين مع بعض اخر واحد وعشرين مباراة لعبهم النادي الاهلي قدر انه يطلع بكلين شيت في تلاتاشر سجل في تسعتاشر مباراة من الواحد وعشرين نجاح لمنظومة انت هنا ما بتتكلمش يا كريم على نجاح دفاعي او نجاح حجومي انا بقولك سجل في تسعتاشر مباراة من الواحد وعشرين واحتفظ بنظافة شباكو في تلاتاشر مباراة وان المباراة الرابعة على التوالف دوري ابطال افريقيا يكفي أن أقول لك أنه النادي الأهلي والفريق الوحيد من التواني وكالعادة النادي الأهلي في رقش معاه أول والتاني دور المجموعات مختلف تماماً عن النوك آوتس والناس اللي كنت بتشبه الأهلي بريال مدريد هو الأهلي فعلاً هو ريال مدريد أفريقيا الأهلي دور المجموعات مختلف تماماً عن النوك آوتس الأهلي النهاردة بتتكلم على أنه بيوصل لسبع مرات من آخر 8 سنين للسيمي فاينل الاهلي واصل للسيمي فاينال 19 مباراة ويمكن فقل حسن على جماهير النادي الاهلي انه 19 مباراة الاهلي في 15 مناسبة من ال 18 اللي فاتوا نجح ان يوصل للفاينال قبل ما الاهلي يلعب الترجي 3 مباريات فقط النادي الاهلي ودع السيمي فاينال ارقام كبيرة وارقام مهمة مش بس بقف عنده مباراة النهاردة لكن مرسل كولر بيكمل مسيرته وبيصلح اخطاءه وده اهم حاجة ادر انه يحفظ الكرة الافريقية يفهم الكرة الافريقية بلعب الرجاء النهاردة بسلوب شمال افريقي بحت بلعب الرجاء على ملعبه فسط 50 الف متفرج تحت ضغط جماهير كبير جدا بسلوب شمال افريقي بحت ادر انه بصطلح كده ما بين قصين يعني فيما يسمى كده في شمال افريقي الكلاحة الكراوي انا قادر ازاي زهقك من الكرة انت بتحاول مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة بكل الطرق مش قادر عادة الاختلاق ثلاث مرات لتجابها اليوم عارف عجبني ايه في الالي في الشوت الاول كمان فكرة الاه لعب بطريقة لعب شمال افريقي في الشوت الاول طبع انا هادي ولو حد هيستفز فانتا اللي هتستفز مش انا استنيك تغلط بالزبط كده انا بقاش كده انا انا سرخت مع الكرة بتاعة ديانج مع ضربة الجزاء ليه سرخت انه الاهلي ثابت واقف على رجله وانا متأكد انه مرس الكرة بعد الشوت الاول كان هيتطلع يسقبلهم يقولهم انتم تمام بنسبة كبيرة فيعني هنتكلم على ضربة الجزاء دي شوية معاك بس نروح لفاصل يلا عشان لازم نروح لفاصل